طيب نروح بقى للنستالجيا وما ينفعش بصراحة عدي يوم تاريخي زي ده غير لما نرجع للنستالجيا ونتكلم عن مواقف الاهلي وكمان قراراته الوطنية اثناء حرب اكتوبر في حرب اكتوبر المجيدة قام النادي الاهلي هنا بدور وطني جدا طلب من اعضاء النادي في بداية المعركة التبرع بالدم خلال بقى 24 ساعة بالزبط تقدم كام 8000 من اعضاءه للتبرع بالدم وفي 14 اكتوبر 73 عقد مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة فريق عبد المحسن المرتجي اجتماعا مهما جدا لاتخاذ العديد من القرارات الوطنية لدعم الوطن والقيادة السياسية كان اولها ارسال برقية تأييد للرئيس محمد انور السادات رئيس الجمهورية وبرقية مماثلة لوزير الحربية الحقيقة مجلس ادارة النادي الاهلي لم يتوقف بالطبع عند ارسال برقية تأييد لقيادة السياسية ولكنه قرر جامع التبرعات من كل اعضاء النادي على اختلاف فئاتهم يعني مدربين رياضيين عمال موظفين حدد المجلس هذه التبرعات كانت جنيه من العضو العامل او العضو المنتسب ومن العضو الجامعي خمسين ارش وخمسة وعشرين ارش من العضو الرياضي بدرجة اولى وجنيه من المدرب كمان قرر تشكيل لجنة للاشراف على التطوع للدفاع المدني وعلى جميع مجالات المساهمة في الدفاع وكل ما يتعلق بالمعركة بصراحة واحنا منتكلم عن التاريخ يعني بنشعر بالفخر اكيد من مواقف النادي الاهلي الوطنية خصوصا في فترة كان الشغل الشاغل لكل مصري وكل مصرية ان هما يستعيدوا ارضهم مرة تانية فانما منقول ان النادي الاهلي ليه تاريخ من الوطنية لا ده احنا مش بنبالغ احنا بنقر واقع الحقيقة صحيح والتاريخ بيشهد التاريخ يعني هو اكتر حاجة ممكن حضراتكم ترجعوا ليها وتتأكدوا يعني قد ايه النادي بتاعنا عظيم وقد ايه ابطالنا عظماء وقد ايه بلدنا عظيمة